الجزئية الثالثة وانا بتعامل هنا مع التفاصيل الصغيرة اخر حاجة هتكلم عليها المدرب واللعيبة خدوا بالكم المنظومة هي عبارة عن هرم الهرم ده بيبدأ من اول التحضير والاستراتيجية اللي الاتحاد بيشتغل عليها لغاية ما تجيب مدير فني وتشكيلة لعيبة وكوالية لعيبة بتلعب في المباريات فبالتالي اخر حاجة هتكلم عليها المدرب واللعيبة لكن باتكلم على التحضير هو انت ليه لعبت السنغال وهي تصنيف اول وانت تصنيف تاني ليه لان في شهر واحد اثناء كاس امم افريقيا المكتب التنفيذي خد قرار ان القرعة هتتعمل عليها مش كاس الامم بس على تصنيف شهر 11 مش على تصنيف شهر واحد او اثنين اللي اتعملت علي القرعة ليه تعمل ده لان انت عندك اكتر من عضو مكتب تنفيذي موجود جوا الكاف منتخباته خلال هذه الفترة كانوا تصنيف اول فكانوا حارسين اللي لعبوا هم تصنيف اول ليه ملعب الاياب لقاء العودة على ملعبه لقاء العودة لو فيه تسوف الاهداف هيبقى فيه اكسترا تايم 30 دقيقة على شوطين فده بيديك فرصة اعلى انك تعرف تكسب بالاضافة لده ممكن القرعة تخليك تقع مع منتخب مستوى ضعيف فبالتالي كان فيه ضغط من تونس كان فيه ضغط من السنغال كان فيه ضغط من المغرب كان فيه ضغط من نيجيريا الكل ضغط وعملوا على تصنيف نوفمبر بصوا على تصنيف مصر بعد كاسر امم كان فين كان من اعلى خمسة يعني لو القرعة كانت تتعاملت بعد كاسر امم كان ممكن مصر تلعب تصنيف اول ويجينا الكنغو او يجينا مالي ده مش مبرر انه ممكن تكسب او تخصى مايغانا صعدت ونيجيريا خرجت لتصنيف اول بس هي التفاصيل الصغيرة ده ممكن تساعدك لانها ساعدت مين ساعدت تونس وساعدت المغرب المغرب عمل ايه لعب مع الكنغو الدموقراطية كذب بمجموعة الببراطين خمسة اتنين تونس تأهلت لكاسر عالم بدون ما تحرز هدف تونس لعبة 180 ديئة ذهب وعودة بدون ما تحرز هدف اتأهلت كاسر عالم بهدف اون جول هدف لعب احرزه فيه مرمى ده تونس تونس كتنبرح معرضة للخروج بهدف احتصب تسلق كتنممكن تخرج فبالتالي هنا التفاصيل الصغرية لازم تشتغل عليها لازم تلعب على فكرة الكواليس ليه المكتب التنفيذي ينعقد وياخد قرار زي ده فبالتالي التفاصيل والشغل مش جوه الملعب يا جماعة القورة دايماً 50% جوه الملعب و50% برا الملعب انت وانت فيك تمام مكتب تنفيذي في شهر واحد والناس هتاخد الاتجاه ده كان لازم يكون لمصر ليه هدوره تقولك لا استنى البعض كاسر الامم لان التصنيف تغير التصنيف كله تغير انبارح الناس بتشتكي ليه نلعب نص ساعة اكسرا طيب اللايحة بتقول كده فاللايحة بتقول كده انك تصنيف اول فتستفيد بده طب حاجة تانية كمان وحن بنتكلم على التصنيف من ضمن الاسباب اللي احنا خليتنا تصنيف تاني قعدنا سنة كاملة مع كافل الحسام البادر مش عايز يعمل مباراة ودية مش عايز يعمل مباراة ودية الناس هتيجي تقول لي ما هو في شهر ستة لغى الاجندة عشان الاهل كان عنده اجازة وعنده راحة وعنده مباراة لا يا فندم الاجندة تلغت عشان كان المنتخب الولمبي عايز يستعد الولمبيات الاخيرة في 2021 في توكيو فبالتالي انت لو انت عندك منتخب وعندك مدير فن وفيه استراتيجية لازم تستغل الاجندة الدولية الاجندة الدولية تفري معك فيه تفري معك في التصنيف حد خد باله مبارح وحنا بنلعب الدور الفاصل في تصفيات كاس العالم فيه منتخبات افريقية كتبتلعب في نفس التوقيت مباراة ودية ليه بتلعب مباراة ودية؟ عشان التصنيف مبارح جنوب افريقيا تلعب مع فرنسا بوركينا فاسو بتلعب مع بلجيكا تقول لي مباراة ودية انتوا عارفين مواصل ما كتشتلعب الدور الفاصل اتحدى المسؤولين كلهم في التحاد الكور كانوا يلعبوا الدوري تخيل كانوا يلعبوا الدوري الاجندة الدولية مهمة والخطة طاولة الامد مهمة والاستراتيجية لأي اتحد عشان يشتغل عليه عشان يحسن من ترتيب منتخبه دي نقطة مهمة يجي بعد كل ده اختيار المدرب الناس من مباراة عاملة تتكلم مدرب مصري ولا مدرب اجنبي والله ما هو ده الموضوع مش هو ده الموضوع ومش هو ده الفايصل على فكرة انت ممكن تجي مدرب وطن وينجح وممكن يجي مدرب اجنب وينجح لكن في النهاية ايه خطة العمل اللي انت بتشتغل عليها هل عندك بلان مدير فان الاتحاد بيعمل بلان وخطة اربع سنين بتلعب في الاجندة الدولية في شهر الست هلعب مع منتخب قوي عشان محتاج 14 نقطة في التصنيف في شهر الاتس عنا داخل على كاس الامم فمحتاج ألعب ماتش صغير عشان التصنيف أحافظ عليه وفي نفس الوقت أحضر للبطولة ده خطة مش اي حد بيعملها لازم الناس تشتغل على ده فتصنيفك كويس هتلعب مباراة ممكن ما تكونش مع الكاتجوري ايه او التصنيف الاول الصدمت بالسنغال خرقت كان ممكن تلعب الكنهو كان ممكن تلعب منتخبات ايال من كده لكن للأسف خرقت بسبب شغل زي ده كنت ممكن تشتغل عليه الفترة اللي فاتت وللأسف الجهاز الفن السابق ما كانش مهتم اللي جاني السابقة اللي كانت متولية على الاتحاد والفترة اللي فاتت ما كانش في دماغها لا جندة دولية ولا جهاز فني منتخب ولا اي حاجة خالص من كل ده في النهاية انت وصلت للنهاية والخط النهاية مارح ايه اللي حصل خسرت وحرقت بس الناس هتمسك في ايه طريقة اللعب كروش اللعبة ده دي اخر حاجة في المنظومة دي اخر نقطة في المنظومة طيب نيجي لالاخر